السلام عليكم ورحمة الله نواصل حديثنا عن عمليات البلورة وننظر ونبدأ نحلل في عمليات البلورة من عدة نقاط ننظر إلى the quality of the product generated from crystallization from the purity point of view حنتكلم عن equilibrium yields حنتكلم عن the energy التي تصاحب عملية البلورة حنتكلم عن super saturation والtemperature difference التي تنشأ من عملية البلورة حنتكلم عن أجهزة البلورة حنتكلم عن crystal growth هذه النقاط سنبدأ بتفنيدها في المحاضرات القادمة إن شاء الله من حيث the purity of the product ذكرنا سابقا بأن عملية البلورة دائما تنتج مركبات ذات نقاء عالي للغاية دائما تحصل على الماغمى يكون لدي البلورات موجودة في السائل الأم ذكرنا بأن هذا السائل مع استمرار عملية البلورة يبدأ بفقد تركيزه لماذا؟ لأن التركيز الذي فقد تحول إلى بلورات عند نهاية العملية يكون الماغمى من البلورات التي تكونت وسائل التي تركيزه يكون نزل إلى مرحلة السوبر نزل إلى مرحلة الساتيوريشن فبقاء البلورات مع الماظر لكر لفترة زمنية بيؤدي إلى حدوث كونتامينيشن إلى حدوث تلوث لهذه البلورات لذلك لا بد من عملية واشين لهذه البلورات ولضمان الحفاظ على هذه البلورات وكي لا تزوب تتم عملية الواشين with a fresh solvent وبذلك نزيل كل الشوائب التي تترسب في السطح الخارجي للبلورة ونتحصل عليها بصورة جيدة طبعا تصاحب أو تسبق عملية الواشين عملية فصل البلورات من الماظر لكر أو من الماغمة بواسطة الفلتريشن وبواسطة الطرد المركزي هذه العملية هامة للغاية من أجل الحصول على المنتج النهائي وكفاءة هذا الفصل كفاءة عملية الفلتريشن كفاءة عملية الطرد المركزي تعتمد بصورة كبيرة جدا على الصيز واليونيفورمتي أوف دا كريستل وهو اللي سميناه بالكريستل صايز ديستربيوشن والبلورات لا بد من إنه يكون لدينا أشكال متجانسة وأحجام متجانسة وجود أشكال غير متجانسة سيؤدي إلى صعوبة فصل هذه البلورات وبالتالي سنفقد منتج زوكيمة اقتصادية شكرا